أمل جديد لمرض السرطان للأطفال خصوصا السر في أعماق البحار تفاصيل أوفة مع بير عبدالله المختصة في الملف الصحي بغرفة أخبار الآن توصل علماء في جامعة بريطانية إلى أن مواد كيميائية مستخلصة من القواقع البحرية قد تساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطانات خصوصا عند الأطفال نظرا لسميتها المنخفضة وقلة أثارها الجانبية مقارنة بأدوية السرطان المستخدمة حاليا إذ كشفت الدراسة أن محار القواقع يمكن أن يستخدم لعلاج السرطان وتوصلت التجارب إلى أن السكريات المستخلصة من هذه الوجبة الخفيفة التي تقدم على شاطئ البحر قادرة على وقف نمو أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية وقد ظهرت نتائج مشجعة وإيجابية عندما اختبر العلماء سكريات القواقع في علاج سرطانات الدم والثدي والرئة والقولون الدراسة أكدت أنه عندما تتفاعل السكريات مع الخلايا السرطانية فإنها تنتج ما يسميه العلماء نشاطا مضادا وأشار كبير الباحثين إلى أن السكريات المشتقة من الثديات كانت منذ فترة طويلة مصدرا لاختبارات وأبحاث علماء السرطان حول العالم إلا أن النتائج لم تكن حاسمة حتى الآن وأضاف أن أدوية علاج السرطان تقوم على إيقاف انقسام الخلايا المصابة وسيعمل العلاج الجديد على زيادة فاعلية تدمير الخلايا السرطانية مع التسبب بأقل قدر ممكن من الأضرار للأنسجة والخلايا السليمة ترجمة نانسي قنقر